أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبز العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ زُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كُلَّ يَوْمٍ هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُزُوا مِنْ أَخْطَارِ السَّمَاوَاتِ مِنْ أَخْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُزُوا لَا تَنْفُزُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُعَزٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَإِذَاً شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْعَلُ عَنْزَمْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان يُغْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَخْدَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان حَعْزِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان زَبَاتَ أَفْنَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عِنَانِ تَجْرِيَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ التَّرْفِي لَمْ يَطْمِسْهُنَّا إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُدْهَامَّتَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِنَ الضَّاخَتَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مخصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام صدق الله العظيم شكرا للمشاهدة